وفي مدينة إيلات احتفلت رعية القديسين موسى وإلية بمنح المناول الأولى والسر التثبيت لعدد من أطفال الرعية تم ذلك على يد قدس الأب عبد المسيح فهيم كاهن رعية الرملة الذي ترأس الذبيحة الإلهية بمشاركة الأب سليمان حيفاوي وألقى الأب عبد المسيح ذاتا روحية حث فيها على الصلاة ومعنى الأسرار وأهميتها في حياة المؤمن المسيحي وعن عمل الروح القدس وفعليته في الكنيسة وفي ختام القدس الإله بارك الكهنة الأطفال وقدموا لهم الشهادات والهدايا التذكيرية بهذه المناسبة الروحية مع قرب انتهاء العام الدراسي أقامت العديد من المدارس المسيحية في المملكة احتفالات بهيجة بهذه المناسبة فقد رعى سيادة المطران خريسوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس حفلة تخريج الفوج الخامس لمدرسة بطرياركية الروم الأرثوذكس في العقبة وبعد إلقاء الكلمات تحدث سيادته عن مسئولية الطلبة لتحمل واجبهم الوطني تجاه خدمة بلدهم الأردن وتمنى لهم حياة مليئة بالنجاح والتوفيق تخلى للحفلة كلمات للطلبة الخريجين إضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الغنائية والتراثية لفرقة كورال المدارس حضر حفلة تخريج عدد من الأباء الكهنة وكبار المسئولين في العقبة والسيدة لين مدانات المديرة العامة للمدارس وأولياء أمور الطلبة وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين والخريجة